كتلة هوائية باردة تقترب من المملكة خلال أيام القليلة القادمة التفاصيل بعد قليل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطام الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقارية أسعد الأوقاتكم بكل خير متابعين في الأردن النهار اليوم استمرت الأجواء المستقرة مع نشاط واضح في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية التي زادت من الشعور بالبلودة يوم الاثنين توقع عن تزداد كثافة الغيوم العالية بدون فعالية غطاء صحابي كثيف سيغطي أشعة الشمس بتزامن مع نشاط في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية وبالتالي هناك زيادة في الشعور بالبرودة يوم الاثنين لكن يوم الثلاثاء تقترب من المملكة كتلة هوائية باردة تغير في الأنظمة الجوية متوقع اعتبارا من يوم الثلاثاء تفاصيل أكثر نستعرضوا بهذه الخرارات لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء يوم الاثنين ارتفاع في درجات الحرارة المقاسة لكن انخفاضها كحرارات محسوسة كما ذكرنا بسبب الغطاء السحابي وايضا نشاط سرعة الرياح الجنوبية الشرقية لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء تقترب هذه الكتلة الهوائية الباردة من شرق البحراء بمتوسط وتتجه مباشرة نحو عموم منطقة بلاد الشام والمملكة وبالتالي هناك انخفاض على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الثلاثاء مع انتشار لكميات من الغيوم المنخفضة والمتوسطة الارتفاع التي قد تعملها الهطول بعض زخات من الأمطار خاصة فوق المنطقة الشمالية والوسطة لكن يوم الأربعات تزداد تأثيرات هذه الكتة الهوائية الباردة المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة وبالتالي تصبح الأجواء باردة خلال ساعة النهار في عموم مناطق المملكة شديدة البرودة خلال ساعة الليل مع استمرار لانتشار كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة والتي قد تعمل على هطول بعض زخات من الأمطار خاصة فوق المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء غائمة بشكل عام غائمة بغيوم عالية بدون فعالية 13 درجة مئوية كحرارة مقاسة من محسوسة 11 درجة مئوية رطوبة منخفضة والرياح تستمر جنوبية شرقية معتدلة السرعة نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة يوم الاثنين أجواء غائمة بغيوم عالية 19 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 11 درجة مئوية يوم الثلاثاء كتلة هوائية باردة تقترب من المملكة فرصة إذا خاتم الأمطار خلال ساعة النهار تنخف الدرجات الحرارة لتسجل 15 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 8 درجات يوم الأربعاء المزيد من الخفاض على درجات الحرارة 11 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئيا أما الصغرى 7 درجات مئوية فقط التوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم الاثنين نبدأها كالعادة من المنطقة الشمالية أجواء غائمة بغيوم عالية بدون فعالية المفرق 19 إلى 12 إربد 20 إلى 13 جرش 19 إلى 13 وعجلون 19 إلى 12 درجة مئوية المنطقة الوسطى أجواء غائمة بشكل عام الزرقاء 21 إلى 13 البلقاء 18 إلى 12 عمان 19 إلى 11 مادة 21 إلى 12 والبحر الميت 24 إلى 19 درجة مئوية المنطقة الجنوبية أيضا أجواء غائمة بشكل عام الكرك 20 إلى 10 طفيلة 18 إلى 11 معان 22 إلى 13 الشبك 17 إلى 9 والعقبة 28 إلى 20 درجة مئوية المنطقة الشرقية الأزرق 21 إلى 11 الصفاوي 21 إلى 9 ورويشد 22 إلى 12 درجة مئوية مع أجواء غائمة بشكل عام إلونا تنتين نشرتنا للقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري